فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال ولهذا لأن أمر مقصود مخالفتهم قال لهذا كان الإمام أحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة رحمهم الله يعللون الأمر بالصبغ بعلة المخالفة قال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيء ولا يتشبه بأهل الكتاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا الشيء ولا تشبهوا بأهل الكتاب المقصود بالصبغ ليس هو اللون فقط وإنما المقصود المخالفة فلما كان لون شعرهم الذي اعتادوه لونا معينا أمرنا بأن نغير هذا اللون إلى لون آخر مخالفة لهم وإذا كان هذا في الشيء فكيف بغيره من الأمور التي هي أعظم من ذلك نعم قال وقال إسحاق بن إبراهيم فالإمام أحمد رحمه الله يقول العلة في صبغ الشيء العلة في صبغنا للشيء ليس هو تغيير اللون فقط نعم وإنما العلة أننا نقصد مخالفتهم بذلك أما لو أن إنسانا غير شيبه بغير السواد ولكنه لم يقصد مخالفته الكتاب فإنه لا يؤجر على ذلك لا يؤجر على ذلك نعم الله أكبر بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله وقال إسحاق بن إبراهيم سمعت أبا عبد الله يقول لأبي يا أبا هاشم اخضب ولو مرة واحدة أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليهود أو ولا تشبه باليهود نعم الإمام أحمد يؤكد على تنفيذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالخض يقول ولو مرة واحدة ليتحقق الامتثال ولو تدل على التقليل يعني ولو داومت على على التغيير لكان أحسن ولكن على الأقل ولو مرة واحدة حتى تحقق الامتثال ترجمة نانسي قنقر